البحث عن برامج انتخابية تكسر القاعدة التي سادت التجارب السابقة جل ما يشغل الشارع العراقي حصول أي جديد في الدعايات الانتخابية التي ستنطلق في نيسان المقبل قد يرمم ثقة بين الناخب والمرشح بعدما شهدت تصدعا بسبب بقاء الملفات التي تمس حياة المواطن على حالها منذ التغيير وحتى الآن أي برنامج سواء كان انتخابي أو غير انتخابي أو معود أو مواثيق إن زاد عددها وإن كان فيها حشون من الكلام فهي فيه مهب الريح ليس لها تطبيق إن كان هناك برنامج ووعد وموثوق لتأدية المواطن أن لا يتعدى ثلاث خطوات حتى يكون تحقيقها سهل الآن الكل تسبح في ضمير المواطن وهي استعطافة نحن نزهين وأسأل على سيفي مالتنا وأسأل على تصرفاتنا أنا ما أعرفك نزلي برنامج انتخابي جديد يختلف تحول البرامج الانتخابية إلى دعاية مرحلية للمرشحة من أجل عبور عتبة الانتخابات إلى البيت التشريعي قد يجعلها منتهية المفعول بمجرد انتهاء السباق الانتخابي لكن تكرار مشهد الدعاية المرحلية وفق المتابعين في انتخابات سابقة غير من توجهات الكتل السياسية لهذه الانتخابات هذه البرامج أساسا هي نوع من الطباوية أو الوثالية والتي هي صعبة التحقيق حتى أن المواطن لم يعد يحاسب القائمة على ما جاء في برنامجها الانتخابي بتعبير آخر العملية السياسية في العراق لم تتقدم كثيرا إلى الأمام وفي ظل التنافس السياسي على كسب ثقة المواطن والانسلاخ عن الإطار النمطي السائد قد يكون من الصعوبة بمكان أن تستطيع جبهة سياسية دون غيرها تنفيذ جميع تطلعات الشارع يقول المراقبون حصر برامج مرشحي الكتل السياسية ضمن نطاق مسؤولية النائب في البرلمان كمشرع ومراقب لتنفيذ القوانين هو ما يشده المواطن العراقي في الانتخابات المقبلة ولا سيما بعد أن تكررت البرامج الانتخابية لثلاث دورات مضت محمد الفهد بغداد الميادين